تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالستار سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير نتابع معكم تدب رأيات القرآن الكريم حيث توقفنا من سورة الحج عند قول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالده من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج قول الحق سبحانه وتعالى أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث الشك يعني الريب الشك فالمعنى إن كنتم شكين في مسألة البعث فإليكم الدليل على صدقه فإن خلقناكم من تراب هذا هو الخلق الأول وهو آدم عليه السلام أما جمهرة الناس بعد آدم فخلقوا من نطفة نطفة حية من إنسان حي طيب المتتبع لعيات القرآن يجد الحق سبحانه وتعالى يقول مرة في خلق الإنسان من ترى مرة من ماء مرة من طين من حماء مسنون من صلصال كالفخار هذه التي دعت المستشرقين إلى الاعتراض على أسلوب القرآن يقولون من أي من هذه الأشياء خلقتهم هذا الاعتراض ناشئ عن عدم فهم للغة القرآن فالتراب والماء والطين والحماء المسنون والسلصال كلها مراحل متعددة للشيء الوحيد فإذا وضعت الماء على التراب صار طينا فإن تركت الطين حتى يتخمر ويتداخل بعضه في بعض حتى لا تستطيع أن تميز عنصرا فيه عن آخر هذا عندما بعطي تتغير رائحته يكون هو الحماء المسنون فإن جف فهو صلصال كالفخار ومنه خلق الله الإنسان وصوره ونفخ فيه من روحه إذن هذه مراحل للشيء الوحيد ومرور الشيء بمراحل مختلفة لا يغيره ثم تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الخلق الثاني بعد آدم عليه السلام وهو عن الذرية من نطفة والنطفة في الأصل هي قطرة الماء العذب ولا تظهر زرقة الماء إلا إذا كان صافيا لا يشبه شيء وكذلك النطفة هي خلاصة للخلاصة لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية الاحتراق وعملية الهدم والبناء بصفة مستمرة ينتج عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم فالبول والغائد والعرق والدموع وصمغ الأذن كلها فضلات ناتجة عن احتراق الطعام بداخل الجسم حيث ينتص الجسم خلاصة الغذاء ينقلها إلى الدم ومن هذه الخلاصة يستخلص مني الإنسان الذي تأخذ منه النطفة فهو إذا خلاصة الخلاصة في الإنسان ومنه يحدث الحمل ويتكون الجني وكأن الخلق عز وجل قد صفاها هذه التصفية ونقاها كل هذا النقاء لأنها ستكون أصلاً لأكرم مخلوقاته وهو الإنسان وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا في عمليات الجماعة وهي ألذ المتعة في وجود الإنسان الحي لماذا؟ لو تأملنا متعة الإنسان ولذاته الأخرى مثل لذة الضوء أو الشم أو الملمس فهي لذات معروفة محددة بحاسة معينة من حواسي الإنسان أما هذه اللذة المصاحبة للعملية الجنسية فهي شاملة للجسد ولا يستطيع الإنسان أن يحدد منها منطقة الإحساس بل بكل ذرة من ذرات الجسم لذلك أمرنا ربنا عز وجل أن نقتسل بعد هذه العملية لأنها شغلت كل ذرة من ذرات التكوي وربما عند العارفين بالله لا تغفل عن الله تعالى إلا في هذه اللحظة لذلك كان الأمر للإبتسال بعدها هو قول العلماء أما أهل المعرفة عن الله وأهل الفيوضات فيقولون أن الله خلق آدم نطين وجعل نسله من هذه النطفة الحية التي وضعها في حواء ثم أتى منها كل الخلق من بعده فكأن في كل واحد منا ذرة من أبيه آدم لأنه لو طرأ على هذه ذرة موت ما كان نسل بعد آدم فهذه ذرة موجودة فينا جميعا في النطفة التي نلقيها ويأتي منها الولد وهي أصفى شيء في الإنسان لأنها الذرة التي شهدت الخلق الأول خلق أبينا آدم عليه السلام وقد قررنا هذه المسألة قلنا لو أننا أخذنا سنتيمترا من مادة ملونة ووضعناه في قارورة ماء ثم رجينا القارورة حتى اختلط الماء بالماد الملونة فإن كل قطرة من الماء بها ذرة من هذه المادة وهكذا لو ألقينا القارورة في برميل إذن فكل إلى آخرين إذن فكل إنسان مننا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام هذه الذرة شهدت خلق آدم وشهدت العهد الأول الذي أخذه الله على عباده في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم قالوا بل أشهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين لذلك يسمي الله تعالى أرسال الرسل بعثا فيقول بعث الله رسولا بعثه كأنه كان موجودا وله أصل في رسالة مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده وهم في ظهر آدم عليه السلام كما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فذكر إنما أنت مذكر أي تذكر بالعهد القديم عهد الفطرة وهذه هي الآية التي قلناها وإذ أخذ ربك عن بني آدم من ظهوره طيب إذن هذه مرحلة الذر قبل أن يأتي الهوى في النفوس أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون إذن بعض الله الرسل لتذكر بالعهد الأول حتى لا تحدث الغفلة طيب نرجع للآية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعض فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة سميت النطفة علقة لأنها تعلق بالرحم يقول تعالى في آتين أخرى ألم يكن نطفة نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فالمني هو السائل الذي يحمل النطفة وهي الخلاصة التي تتكون منها الجنين والعلقة هنا هي البويضة المخصبة فبعد إن كان للبويضة تعلق بالأم وللحيوان المنوي النطفة تعلق بالأب اجتمعها في تعلق جديد والتقيا ليتشبثا بجدار الرحم وكأن فيها ذاتية تجعلها تعلق بنفسها عافية طيب ثم من مضغة والمضغة هي قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضغ من الطعام وهو خليط من أدت أشياء كما لو أكلت مثلا قطعة لحم مع ملعقة قدار مع ملعقة أرز وبالمضغ يتحول هذا إلى خليط ذلك لأن جسم الإنساني لا يتكون من عنصر واحد بل من ستة عشر عنصرا هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة طبعا في آية أخرى من نطفة أمشاج أخلاط يعني طيب هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة معنى مخلقة يعني يظهر عليها هيك الجسم وتتشكل على صورته فهذه للرأس وهذه للذراع وهذه للرجل وهكذا يعني تخلقت على هيئة الإنسان أما غير المخلقة فقد عرفنا مؤخرا اكتشف الألم أنها الخلايا التي تعود الجسم وتترقعه إذا أصابه عطب فهي مثابة أحتياطي لأعادة تركيب ما تلف من أنسجات الجسم وترميمها كما يحدث مثلا في حالة الجرح فإن تركته لطبيعة الجسم يندمل شيئا فشيئا دون أن يترك أثرا شايفين؟ فإذا يعني سبحان الله وهذا اكتشفوه الآن طيب أما إذا دخلنا في الجرح بمواد كيماوية أو خياطة أو خلافة فلابد أن يترك أثرا فنرى مكانه لامعا لأن هذه المواد أتلفت مسام الجسم إذن في فرق بين صنعة الله سبحانه وتعالى وبين ما يقوم به البشر إذن فمعنى غير مخلقة هي الصيدلية التي تعود وتعيد بناء ما تلف من جسم الإنسان ثم يقول تعالى لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى أي نوضح لكم كل ما يتعلق بهذه المسألة ونقر في الأرحام ما نشاء وهي المضغة التي قدر لها أن تكون جنينا يكتمل إلى أن يولد لذلك قال إلى أجل مسمى أو نسقطه ميتا قبل ولادته فإن قال الإنسان وما الحكمة من خلقه وتصويره إن كان قد قدر له أن يموت جنينا نقول لنعرف أن الموت أمر مطلق لا رابط له ولا سن فالموت يكون للشيخ كما يكون للجني في بطن أمه ففي أي وقت ينتهي الأجل وقوله تعالى ثم نخرجكم طفلة نخرجكم صيغة الجمع ولم يقل أطفالا إنما طفلا بصيغة المفرد لماذا؟ قالوا في لغة ألفاظ يستوي فيها المفرد والجمع فطفل هنا بمعنى أطفال وقد وردت أطفال في موضع آخر في قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحنو سورة النور وكما تقول هذا رجل عدل ورجال عدل وفي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام يتكلم عن الأصناع فيقول فإنهم عدون لي ولم يقل أعداء وحينما تكلم عن ضيفه قال هؤلاء ضيفي لم يقل ضيوفي إذن المفرد هنا يؤدي معنى الجمع ثم يقول تعالى ثم لتبلغوا أشدكم وهكذا وسبق أن تحدثنا عن مراحل عمر الإنسان وأنه يمر بمرحلة الرجد رجد المنية حين يصبح قادرا على إنجاب مثله ورجد العقل حين يصبح قادرا على التصرف السليم ويحسن الاختيار بين البدائل ثم تأتي مرحلة الأشد حتى إذا بلغ أشده يعني نضجا نضجا من حوادث الحياة أيضا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وأرذل العمر يعني رديئه حين تظهر على الإنسان علامات الضعف والخوار لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا لأنه ينسى وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه ليست ذاتية فيه إنما مهوبة لهم لله وإذا بلغ الرجل أرذل العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة تدريجيا فيحتاج لمن يأخذ بيده ليقوم أو ليمشي كما تأخذ بيد الطفل الصغير فإذا تكلم يتهته ويتلعثم كالطفل الذي يتلعثم في الكلام وهكذا في جميع الشؤونه لذلك يقولون الزواج المبكر أقرب طريقة لإنجاب والد يعولك في طفولة شيخ وخاتك ولم يقل ولداً لأنه سيقوم معك فيما بعد بدور الوالد لكن لماذا يرد بعضنا إلى أرض العمر دون بعض الحق سبحانه جعلها نماذج حتى لا نقول يليت كان عمرنا طويل لأن عمر الجميع لو طارد إلى أرض العمر أصبح الأمر صعباً علينا فمن رحمة الله بنا أن خلق الموت إذن بكي لا يعلم من بعد علمي شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تازة ترابات شو علاقة تهيبها وترى الأرض تقل مباشرة أي كما كان خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم أخرجه طفلة وبلغ أشدة ومنهم من مات ومنهم ما يرد إلى أرض العمر كذلك الحال في الأرض ترى الأرض هامدة هامدة ساكنة ومنها قولنا الولد كثير هماد فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت أي تحركت ثراتها بالنبات بعد سكونها والاهتزاز تحرك ما كنا نظنه ثابتاً وليس ما كان ثابتاً في الواقع لأن لكل كائن حرك في ذاته حتى قطعة الحديد الجامدة لها حركة بين ذراتها لكن ليس لدينا من وسائل الإدراك ما نترك به هذه الحركة ولو تأملنا المغناطيس لأدركنا هذه الحركة بين ذراته فحين ندلك القضيب الممغنط ونمرره على قضيب آخر غير ممغنط في اتجاه واحد فإنه يكتسب منه المغناطيسية وتمرير المغناطيس في اتجاه واحد معناه تعديل الذرات لتحمل شحنة واحدة سالمة أو موجبة فإن اختلفت تجاه الدلك فإن الذرات أيضاً تختلف إذن في الحديد رمض الصلابة والجمود حركة وحياة تناسبه وإن خيل إلينا أنه أصم جامد في ظايره لذلك نقول هامدة يعني ساكنة في رأي العلم حيث هنا نبت فيها تزت يعني زادت وربت وتحركت لإخراج النبات إنما هي في الحقيقة لم تكن ساكنة مطلقاً لأن فيها حركة ذاتية بين ذراتها ومعنى وربت أي زادت عن حجمها كما تزيد حبة الفول مثلاً حين تضع في الماء وتأخذ حظها من الرطوبة وكذلك في جميع البقون وهذه الزيادة في حجم الحبة هي التي تفلقها إلى فلقتين في عملية الإنبات ويخرج منها زبان يتجي إلى عالى فيكون الساق الذي يبحث عن الهواء وإلى أسفل يكون جذر الذي يبحث عن الماء وتظل هاتان الفلقتان مصدر غذاء للنبتة حتى تقوى وتستطيع أن تنتص غذاءها من التربة فإذا أدت هاتان الفلقتان مهمتهما في تغذية النبتة تحولتا إلى ورقتين وهما أول ورقتين في تكويل النبتة كذلك نلاحظ في تغذية النبات أنه لا يأخذ كل غذائه من التربة إنما يتغذى بنسبة ربما تسعين بالمئة من غذائه من الهواء ونستطيع أن نلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرنا إلى أصيس به زرع فسوف نجد ما نقص من التربة كمية لا تذكر من نسبة لحجم النبات الذي خرج منها وحين نتأمل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله فالجذر يمتد إلى أن يصل إلى الرطوبة أو الماء حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه توقف ولنا أن ننظر مثلا إلى كوز الحلبة فسوف تجد الجذور غير متساوية في الطول بحسب بعد الحبة عن مصدر الرطوبة وربت أي زادت وانتفشت كما يحدث في العجين حين تضع فيه الخميرة وأنبتت من كل زوج بهيش هذه صورة حية وقائية نلحظها جميعا عينا الأرض تكون جرداء ساكنة لا حركة فيها فإذا ما نزل عليها الماء تغيرت وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات ولو حتى بالمطر الصناعي كما نرى في غرفة مثلا ينزل عليها المطر الصناعي فيخضر الوادي لكن حينما ينقطع الماء يعود كما كان لعدم موالاة الماء ولو ولينا عليها بالماء لصارت غابات أحراشا ومساتين والمطر لا يحتاج إلى أن نسوي له الأرض لأنه يسقي المرتفع والنخفض على السواء على خلاف الأرض التي نسقيها نحن لا بد أن نسويها للماء حتى يصل إليها جميعا فإذا أنزل الله تعالى المطر على الأرض الجلداء براها تتفتق بالنبات فمن أين جاءت هذه البذور؟ وكيف لم يصبها العطب؟ وهي في الأرض طوال هذه الفترات الأرض هي التي تحفظها من العطب إلى أن نجد البيئة المناسبة أو إلى أن تجد البيئة المناسبة للإنبات وهذا النبات الذي يخرج من الأرض دون تدخل الإنسان أما عن نقل هذه البذور في الصحراء أو في الامتيار فيتنتقل بواسطة الريح أو مع الروث الحيوانات ومعنى من كل زوجين بهيج الزوج البعض يظن الزوج عن الاثنين إنما زوج كلمة مفردة تدل على واحد مفرد مثله معه من جزه ففي قوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فكل منهما زوج وكما نقول زوج أحذية يعني فردة حذاء معها فردة أخرى مثلها ومثلها كلمة توأم يعني مولود معه مثله فكل واحد منهما يسمى توأم وهما معا توأمان ولا نقول هما توأم وهذا مظهر من مظاهر دقة الأداء القرآني كل زوج لأن كل المخلوقات سواء كانت جمادا أو نباتا أو حيوانا لابد فيه من ذكر وأنثى وهذه من الزوجية قال الله فيها ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون حتى في الجماد الذي نظله جمادا لا حرك فيه يتكون من زوجين سالب وموجب في الكعرباء وفي الذرة وفي المغنطيس فكل شيء يعطي أعلى منه فلابد فيه من زوجين ذلك فالحق سبحانه وتعالى حينما علج هذه المسألة علجها برصيد احتياطي في القرآن يقول سبحانه سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لأن العلم من الاكتشفاء ومما لا يعلمون رصيد عالي مما سيأتي به العلم من اكتشافات تثبت صدق القرآن على مر الأيام ففي الماضي عرفنا الكهرباء وأنها سالم وموجب فقلنا هذه مما لا نعلم وفي الماضي القريب عرفنا الذرة فقلنا هذه مما لا نعلم وفي الماضي القريب عرفنا الذرة فقلنا هذا مما لا نعلم وهذا وجه من وجوه العجاز في القرآن الكريم إذن لنأخذها قضية عامة كل شيء يتكثر إلى أعلى منه فلا بدنا فيه زوجيا فقول الحق وأنبتت من كل زوج بهيج فالزوج من النبات مفرد معه مثله وهذا واضح في لقاح الذكر والأنثى هذا اللقاح قد يكون في الذكر وحده أو في الأنثى وحده كما في النخل مثلا وقد يكون في العنصران معا في النبات الواحد في زنبرت القمح أو في كوز الذرة الذرة ولو تأملنا نبات الذرة لو وجدنا له في أعلى تلشوشي بها حبيبات دقيقة تحمل لقاح الذكورة وفي منتصف العود يخرج الكوز وبه شعيرات تصل كل شعرة منها إلى حبة من حبة الذرة المصطفى على الكوز وهذه تحمل لقاح الأنوثة فإذا هبت الريح هزت أعلى لهوت فتسقطت لقاحات الذكورة على هذه الشعيرة فلقعتها سبحان الله لذلك نرى الحبة التي لا يخرج منها شعرة إلى خارج الغلاف تضمر وتموت لأنها لم تأخذ حظها من اللقاح ومعنى من كل زوجي بهيج من البهجة فالمراد الشيء أحسن المنظر والجميل الذي يجذب الأنظار إليه وبهجة النظر إلى النبات شائعة لا تقتصر على من يملكه بخلاف الأكل منه فحين تمر بوستان أو حديقة تتمتع بمنظرها وجمال ألوانها وتسر برائحتها وإن لم تكن لك وفي النفس الإنسانية ملكات تتغذى على هذه الخضرة وعلى هذه الألوان وتمبسط لهذا الجمال ولو لم تكن تمتلكه لذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه المسألة في قوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي أن النظر مشاع للجميع ثم بعد ذلك تركوا الخصوصيات لأصحابها تمتعوا بما خلق الله ففي النفس ملكات أخرى غير الأكل والطعام ونقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في قوله تعالى في الخيل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فليست الخيل لحمل الأفقال فقط وإنما فيها جمال وأبها ترضي شيء في نفوسكم تجبع ملكة من ملكاتها ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير الله أكبر أي أن ما حدث من خلق الإنسان تكوينا وما حدث في إنبات الزرع تكوينا ونماء يرد هذا كله إلى أن الله تعالى هو الحق فلماذا أتى بالحق ولم يقل الخالق؟ قال العلماء لأن الخالق قد يخلق شيئا ثم يتخلى عنه أما الله سبحانه وتعالى فهو الخالق الحق وما عند الحق أي الثابت الذي لا يتغير كذلك عطاؤه لا يتغير فسوف يظل سبحانه خالقا يعطينا كل يوم لأن عطاءه سبحانه وتعالى دائم لا ينفد وإذا نظرنا إلى الوجود كله لوجدناه دورة مكررة فالله عز وجل قد خلق الأرض وقدر فيها أقواتها فمثلا كمية الماء التي خلقها الله في الكون هي هي لم تزد ولم تنقص لأن الماء دورة في الحياة فالماء الذي نشربه طوال حياتنا لا ينقص في كمية الماء الموجودة لأنه سيخرج مننا على صورة فضلات ليعود في دورة ماء في الكون الجديد وهكذا في الطعام الذي نأكله وفي الوردة الجميلة الأطرية التي نكتفها كل ما في الوجود له دورة يدور فيها وقدر فيها أقواتها فمعنى الحق هنا هذا الثابت الذي يتغير في الخلق وفي العطاء فلا نظن أن عطاء الله لنا شيء جديد إنما هو عطاء قديم يتكرر لنا ولغيرنا وأنه يحيي الموتى قلنا في الآية السابقة وترى الأرض هامنة أي ساكنة لا حياة فيها الله وحده القادر على أحيائها ذلك نجد علماء الفقه يسمون الأرض التي نصحها للزراعة أحياء الموات فالله تعالى هو القادر وحده على أحياء كل ميت ذلك يقول بعدها وأنه على كل شيء قدير وما دام الأمر كذلك وما دمتم تشاهدون آية أحياء الموات في الأرض الميتة فلا تنكروا البعث وأعادتكم بعد الموت فيقول تعالى وأن الساعة آتي لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقد سبق أن أنكروا البعث بعد الموت وما زالوا ينكرون البعث بعد الموت وقالوا إذا ميتنا وكنا تراما وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون فيرد عليهم الحق سبحانه وتعالى نعم سنعيدكم بعد الموت والذي خلقكم من لا شيء قادر على إعادتكم من باب أولى لذلك يقول تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه والحق سبحانه هنا يخاطمنا على قدر عقولنا لأننا نفهم أن الخلق موجود أهون من الخلق من عدم أما بالنسبة لله فليس هناك سهل وأسهل ولا هين ولا أهون وأن الساعة آتية لا ريب فيها كأن عملية أهياء الموتى ليست منتهى قدرة الله إنما في قدرته تعالى كثير من الآيات والعجائب سعى لا ريب فيها إلى شك فيها وسعى زمن القيامة وموعد القيامة لكن القيامة ستكون للحساب وللفصل بين الناس فلابد من بعث من القبور أن يحاصل لذلك يقول الحق وأن الله يبعث من في القبور فكل ما تقدم ناشئ من أنه سبحانه هو الحق ولأنه سبحانه يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير والسعى آتية لا ريب فيها وهو سبحانه يبعث من في القبور أسأل الله سبحانه وتعالى إن ينفعنا ما علمنا وإن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب والإجابة جدير والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة